أنه هو ده كان الهدف من المشرع الأساسي أنه قال كده ولكن فيه ست اتحادات فتحوا في 11 اتحاد فتحوا الانتخابات قبل الأولمبيات فيه ستة منهم فاذوا بالتسكية ستة فاذوا بالتسكية وده لم يلقى استحسان كبير قوي عند المسؤولين في الرياضة لما رجعت طبعا البعثة الأولمبية من توكيو اللجنة الأولمبيا طلعت ثلاث خطابات منهم خطاب لإلغاء كل الإجراءات دي وعادت تاني فتح باب الترشيح وعملت جواب استرشادي حط تحت استرشادي ده ميت خط جواب استرشادي أنه هو زي خارطة طريق للإتحادات إزاي تبتدي تفتح تاني باب الاتحادات أو باب الانتخابات وإيه اللغة اللجنة الأولمبية هذا أو خدت الخطوة دي عشان تفتح الباب لترشح حدد كبير ويبقى فيه طيب المادة رقم سبعة ولكن جواب اللجنة الأولمبية أهمل أو مش أهمل يعني بلاش أهمل بس إيه لم يذكر المادة رقم سبعة في اللايحة المالية لاحة المالية دي خلينا أكلمكم اللي هي قدام حضراتكم لاحة المالية اللي تنشرت في الوقاعة الجريدة الرسمية ودي اختصاصات وزير الشباب والرياضة أنه يعدل فيها وينشر على طول بدون أي شيء لأنه دي لاحة المالية قانون رياضة دلو الحقية الكاملة أن يحط فيها اللي هو عايز المادة رقم سبعة اللي هي أساس الخلاف ولم يشير إليها خطاب اللجنة لو بالمادة بتقول إيه تلتزم إدارة الهيئة باختار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات الأمومية العادية وغير العادية ومرفقاته قبل توجيه الدعوة لإنعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر يعني أنت عندها جمعية أمومية جاية لازم تبعت للجهة الإدارية الجهة الإدارية اللي هي مين؟ الجهة الإدارية اللي هي الوزارة للاتحادات ومديرات الشباب والرياضة للأندية تبعت لهم تقول لهم يا جماعة أنا هعمل جمعية أمومية كمان شهر وده جدول أعمالها ومرفقاتها فالجهة الإدارية مفود تعمل إيه؟ بتبعت طبعا مدة لا تقل عن شهر لدراسة النواحي باعي الإدارية والمالية وحط تحت الإدارية والمالية ميت خط وبيان مدى اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقارات التي تصدر عن الجهة الإدارية المركزية لها الوزارة الشباب والرياضة ويعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المختصة على ما ورد بجدول الأعمال خلال 15 يوم من تاريخ استلامها موافقة على مورد يعني الوزارة ما ردتش خلال 15 يوم هي موافقة وتلتزم الهيئة بتعديل بنود جدول الأعمال يعني لو الوزارة ليها تعديل عليها لازم تلتزم الاتحادات بهذا التعديل وللوزير المختص اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه مجلس إدارة الهيئة في حالة عدم تنفيذ ملاحظات الجهة الإدارية في هذا الشأن وفقا لأحكام هذه اللائحة المدى الرقم 7 دي كان فيها خلاف كبير جدا بين اللجنة اللومبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وحتى يعني بدليل ان وزارة الشباب والرياضة لم اللجنة اللومبية لم تشير في خطابها إلى المدى رقم 7 طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاتحادات انتزمت بالخطاب الاسترشادي بعض الاتحادات وحط قصيم يعني وحط جواهم بعض الاتحادات لم تلتزم بالمدى رقم 7 لتاني مرة وقالت يا جماعة ان هفتح باب الترشح وهمشي على الخطاب الاسترشادي بتاع لجنة لومبية وبالفعل فتحوا باب الترشح اغلب اتحادات حوالي 6 اتحادات على ما اتذكر سباحة والسلة منهم وفتحوا باب الترشح وما التزموش بالمادة رقم 7 انهم يختروا الجهة الادرائية المركزية بجدول اعمال الجمالة ومية وفتحوا باب الترشح للمرة التانية يوم 28-28 ولم يلتزموا بمادة رقم 7 انا هوريح اضراركم الخطاب الاول اللي صدر بعد 28-28 للاتحادات من الوزارة الوزارة الشباب الرياضة ده خطاب اصدرته الوزارة الشباب الرياضة وقالت ان انتوا لازم تلتزموا بالمادة رقم 7 ده كان بعد ما الاتحادات فتحت باب الترشح يوم 28-28 ملاقص هذا الجواب ده الجواب الاول جواب الاول قالت ايه؟ قالت في ضوء التنصيق المتبادل بين وزارة الشباب الرياضة طبعا هو موجه رؤساء الاتحادات الرياضية الامبية والغير الامبية كله كله قالت يا جماعة احنا مضمون الجواب عشان ما اطولش على حضراتكم يا جماعة بعد اذنكم يا اتحادات ما التزموا بالمادة رقم 7 والمادة رقم 7 بتقول كذا وقالت في الاخر يوركا الاتزام باحكام المادة رقم 7 من اللاقحة سلفة الذكر وموفاة الجهة الادرية المختصة بجدول الاعمال المالية والادرية والتأكد من الاتزام اتحاداتكم المؤقر باحكام اللوائحة والقوانين علما بانه حال عدم الاتزام اتحاداتكم المؤقر بما ورد البند رقم 7 كل الخطاب يشير المادة رقم 7 بذات الشأن سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ويجبت الاتباع في هذا الشأن طبعا الجواب ده تلعي من 28 تمانية ولكن للأسف بعض الاتحادات لم تلتزم به واستمرت فتح الباب وما بعتتش للوزارة لها احنا خلاص ألغينا الاجراءات دي وهنلتزم المادة رقم 7 مما اضطر الوزارة تطلع النهاردة خطاب جديد بتاريخ 5-9 خطاب جديد معلش يا جماعة ايوه هو ده الخطاب الله ينور عليكم الخطاب 5-9 كتبت ايه بقى نفس المضمون بتاع الخطاب الاولاني بتأكد يا جماعة التزموا بالمادة رقم 7 لذا خلي بالكم بقى الجديد هنا في الخطاب ايه لذا يرجى التقرم بموافاتنا بقرار مجلس الادارة المتضمن إلغاء الإجراءات السابقة والتي تخالف نص المادة رقم 7 من اللائحة 159-27-21 وكذا قراركم بالبدء في الإجراءات الجمالة العمومية وفقا لنص المادة رقم 7 باللائحة المالية 159 في موعد أقصى قدي يا فاندم 72 ساعة من تاريخه يعني الوزارة طلبت من الاتحادات خلال 72 ساعة موافاتها بقرار مجلس إدارة لإلغاء الإجراءات التانية لتاني مرة الإجراءات اللي اتخذت غلط تاني مرة عشان تلتزموا بالمادة رقم 7 إيه اللي هيتم؟ وإيه اللي هيحصل؟ طبعا فيه إجراءات إصلاحية من وزارة الشباب ورياضة نقدرها ونجلها جدا 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 وده الوضع الطبيعي أن الوزارة هي المسؤولة عن تطبيق القانون المصري داخل الأراضي المصري كان كرياضة كرياضة طبعا اللوايح والقوانين هي المنوطة بالتأكد من تطبيق القوانين واللوايح ومواقمتها للقوانين واللوايح إيه اللي هيحصل؟ خلينا شوف قصة الاتحادات انقسمت على نفسها فيه اتحادات التزمت وبدأت تبعت وبدأت تقول والله إحنا عندنا كذا وخدوا يا جماعة الوضع المالي بتاعنا والوضع الإداري هو شوفوا وراجعوا وقلونا وفيه اتحادات للأسف لم تلتزم والاتحادات الملتزمتش بتاني مرة ما تلتزمش خلينا نشوف اللي يحصل دي قضية ودي قضية زي ما بيقولوا يعني على الساحة واخد كلام كتير وشوفنا كتاب كبار ونقاد ريادين كبار اتكلموا في هذا الشأن فكن لازم نطرح على حضراتكم عشان تبقوا عارفين الدنيا إيه ومع أول جديد هنقول لكم إيه الجديد في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر